بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة الحديد عنصر حضارتنا الحديثة تقوم عليه لولا الحديد كل هذه التكنولوجيا التي نراها اليوم من طائرات ومركبات فضائية و سيارات وإلى آخره كلها لن تكون موجودة بهذا الشكل الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد البأس الشديد أيها الأحبة يعني القوة والمتانة والمرونة بنفس الوقت وهذا الأمر لا يتوفر في بقية المعادن الحديد بالذات يتميز بصلابة ومرونة ومرونة مع بعض فهو صلب جدا مثل الفلاذ وفيه مرونة تستطيع أن يعني تتحكم به طيب اليوم أنا لدي معجزة في القرآن العظيم لأن القرآن فيه سورة هي سورة الحديد أين وضع الله هذه السورة كم كلمة اختار لكلماتها كم آية اختار لها أين أين وضع كلمة الحديد في هذه السورة وكم آية في القرآن ذكر فيها الحديد انظر أخي الحبيب من الممكن أن نفتح القرآن فنجد سورة اسمها سورة الحديد رقمها عشرين أو ثلاثين أو خمسين أو مئة إذا كانت القضية عشوائية لا مشكلة يمكن أنا أنا كإنسان أريد أن أؤلف كتابا وأضع فيه فصل عن الحديد يمكن أن أضعه برقم عشرين ثلاثين سبعة عشر أي رقم لا مشكلة يعني ولكن هذا لا يحدث في كلام الله لأن الله الذي هو الذي يتحدث عن الحديد هو خالق الحديد نفسه فأفضل من يتحدث عن الحديد الصانع سبحانه وتعالى وأفضل من يختار مكان مناسب عبر القرآن في القرآن لسورة الحديد هو الله وأفضل من يختار عدد لكلمات هذه السورة هو الله أيضا لذلك يجب أن نعتقد أن القرآن فيه بناء هندسي فيه بناء إعجازي حتى نتمكن من اكتشاف هذه المعجزات وإلا إذا اعتبرناه كلام عادي مجرد كتاب هداية فقط وطبعا الهداية تتخذ أشكالا وتتخذ أساليب الإعجاز هو نوع من الهداية هندسة بناء الكلمات في القرآن هو نوع من الهداية أيضا فالذين يقولون القرآن كتاب هداية هؤلاء حقيقة لا يدركون أبعاد الهداية هم يعتقدون أن الهداية تكون فقط بالدلائل العلمية أو الدلائل التشريعية أو العقل والمنطق لا هناك هندسة في القرآن هناك هندسة في هذا الكتاب العظيم سوف نكتشفها اليوم أيها الأحبة أخي الحبيب أول شيء يجب أن تعلم أن الله عندما خلق الكون بنى هذا الكون بدقة وبإحكام ووفق قوانين فالعناصر الموجودة في الكون وهي أكثر من مئة عنصر حقيقة هذه العناصر تسير بنظام محدد ومتشابه يعني دائما لدينا أي عنصر عنصر يتألف من نوات وتدور حولها الإلكترونات دائما هذه البنية موجودة في كل عناصر الكون نوات في المركز وهناك إلكترونات تتحرك بطريقة سريعة جدا بحيث تشكل غيمة غيمة إلكترونية طيب عنصر الحديد يتميز بستة وعشرين إلكترون الإلكترونات التي تدور حول النواد عددها ستة وعشرين طبعاً عنصر الهايدروجين وهو أخف عنصر فيه إلكترون واحد فقط لأنه أخف عنصر الأكسوجين فيه ثمانية إلكترونات أسقل مثلاً الذهب فيه 79 إلكترون لذلك هو ثقيل جداً أثقل من الحديد تعلمون من خلال سبائك الذهب يعني حجم صغير جداً يزن كيلوغرام فهو أثقل من الحديد إذن كلما زاد عدد الإلكترونات زاد العدد الذري وزاد الوزن الذري أيضاً الحديد أخي الحبيب موجود في الطبيعة بكثرة وعدده الذري 26 طيب ما علاقة هذا الكلام بسورة الحديد وبالقرآن العظيم وبهداية البشر سأقول لك أخي الحبيب لو نظرنا أولاً إلى سورة الحديد وقرأنا هذه السورة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخرها سنصادف آية فيها تقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مع العلم أن الحديد ذكر في غير هذه السورة ذكر مع سيدنا داود وألنا له الحديد ولكن لم تسمى سورة الحديد ذكر لهم مقامع من حديد كذلك لم تسمى بسورة الحديد ذكر في قوله تعالى مع ذي القرنين في سورة الكهف آتوني زبر الحديد والله لم يسمي تلك السورة بسورة الحديد فقط هذه السورة سميت سورة الحديد لماذا تأمل معي أخي الحبيب لو بدأنا نعد الكلمات كلمة كلمة من بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البسملة هي جزء من السورة لذلك هناك من العلماء من يعتبرها آية أو لا يعتبرها آية هذا ليس موضوعنا اليوم ولكن نحن إذا عاملناها في هذا البحث كآية وهي لا يجوز حذفها يعني أنا لا يجوز أن أحذف من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فهي جزء من سورة الحديد إذا حذفنا البسملة هذا خطأ ولكن قد إنسان يعدها آية إنسان لا يعدها آية هذه قضية يعني قضايا فيها تنوع وتعدد يعني الذي يهمني أن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من سورة الحديد فلو بدأنا نعد كلمات هذه السورة من الكلمة الأولى باسم الله الرحمن الرحيم وبدأنا نعد حتى وصلنا إلى نهاية هذه السورة هل تعلم كم عدد الكلمات عدد الكلمات بالضبط أخي الحبيب 26 ضرب 26 يعني هذه أتصور أنها مفاجأة صادمة لأي ملحد مهما بلغ من الحنك والعلم لا يستطيع أن ينكرها وهنا أنا كإنسان أستخدم عقلي أتساءل يعني هل هذه صدفة أن أجد السورة التي سماها الله سورة الحديد أن يكون عدد كلماتها مع البسملة بالضبط بالضبط العدد الذري ضرب العدد الذري 26 ضرب 26 بالضبط يعني ليس هناك كلمة زيادة أو كلمة نقصان يعني ما هذه المفاجأة على رغم من ذلك قد يقول ملحد هذه الصدفة سنتابع خطوة أخر أيها الأحبة لأن الله عز وجل لا يمكن أن يترك كتابه من دون براهيم من دون آيات من دون عجائب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنقضي عجائبه نحن 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 عندما بدأنا العدد من بسم الله الرحمن الرحيم وبدأنا طبعا نعد آية آية مع البسملة طبعا سنجد أن الآية التي تقول وأنزلنا الحديد رقمها 26 هذه يعني أصبح لدي برهانين البرهان الأول دقيق معي وحفظ حبذا لو تحفظ أخي الحبيب لتبلغ هذا الكلام بعد أن تتأكد منه نحن وضعنا برنامج اسمه إحصاء القرآن الكريم موجود على موقعنا حمل هذا البرنامج على الكمبيوتر للأسف ولا يعمل على الموبايل ولكن على الكمبيوتر بنظام ويندوز حمل هذا البرنامج وتأكد بنفسك قبل أن تتكلم أو قبل أن تنشر هذه المعجزة ستجد أن عدد كلمات سورة الحديد مع البسملة هو 26 ضرب 26 ورقم آية الحديد مع البسملة سيكون 26 بالضبط إذن القضية مقصودة طيب دعونا ننتقل خطوة ثالثة لأن هناك عقول دائما تقول صدفة 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 في القرآن العظيم هناك يعني ست آيات وردت فيها كلمة حديد يعني لو بحثت عن كلمة حديد ستجد أنها تكررت ست مرات بالضبط هذه الآيات الستة لو أخذنا الحروف التي تركبت منها من اللغة العربية نحن نعلم أن لغة القرآن هي اللغة العربية واللغة العربية تتألف من 28 حرفا 28 حرفا الالف باء تأثى حتى تنتهي بالياء طيب هذه الآيات الستة التي ذكرت فيها كلمة حديد كم حرفا من حروف اللغة اختار الله لبنائها سوف تجد 26 حرف سبحان الله نفس العدد الذر للحديد والبرنامج يمكن أن ترى هذا الأمر في البرنامج نحن وضعنا خيار في البرنامج تستطيع أن تعلم من خلاله يظهر في المربع كل آية أو كل سورة أو كل نص من كم حرف هجائي يتشكل أو يتألف طيب أصبح لدينا دقق معي أخي الحبيب الآيات التي ذكر فيها الحديد تتألف من 26 حرف هجائي هو العدد الذر للحديد وعدد كلمات سورة الحديد 26 ضرب 26 ورقم آية الحديد مع البسملة 26 طيب يعني أتصور أنه من الصعب جدا أن نقول هذه المصادفات على رغم من ذلك عندما ناقشني أحد الملحدين حقيقة وهذا منذ زمن عبر الإنترنت قال لي هذه الآيات الستة التي ذكرتها لكلمة حديد فيها آية لا تتحدث عن عنصر الحديد بل الآية تقول في سورة قاف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي حاد فقال لماذا أدخلت هذه الآية داخل الإحصاء فسبحان الله قلت له سنستثني هذه الآية ونرى فبقي لدينا خمس آيات وسبحان الله عندما قمنا بعد الحروف التي تتركب منها هذه الآيات الخمسة باستثناء طبعا الآية فبصرك اليوم حديد الآيات الخمسة بقيت تتألف من 26 حرف لم يتغير رقم ثم بحث وحاول فقال لي هناك آية تقول في سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر مما يكبر في صدوركم قال هذه الآية تتحدث عن تحول الجثث والعظام بعد آلاف السنين إلى ما يشبه المتحجرات التي فيها قد يكون فيها عنصر حديد أو غير ذلك فهذه لا تتحدث بشكل مباشر عن عنصر الحديد الذي نتعامل معه وقلت سنستثني هذه الآية وننظر بقي لدينا أربع آيات وبقيت الآيات الأربعة تتكون من 26 حرفا هجائيا أيضا لم يتغير العدد سبحان الله ثم هو لا يأس طبعا ثم قال لي طيب هناك آية تتحدث عن حديد الآخرة في سورة الحج ولهم مقامع من حديد وهذا ليس له علاقة بالحديد الموجود على الأرض لأن العذاب في جهنم سيكون بالحديد ولكن حديد مختلف عن حديد الدنيا وقلت له سأستثني هذه الآية بقي لدي ثلاث آيات ذكر فيهم عنصر الحديد الذي نتعامل معه مباشرة الآية الأولى آتوني زبر الحديد في سورة كاف وهذه آية صريحة على لسان سيدنا ذي القرنين عندما قال لهم لبناء السد آتوني زبر الحديد طيب إذن تتحدث عن الحديد الذي هو 26 إلكترون عدد بالذري والآية الثانية عن سيدنا داود وألن له الحديد هو الحديد الموجود بين أيدينا الله علمه تكنولوجيا متطورة في ذلك الوقت لتسخين الحديد وصناعة أشكال وسيوف وتكنولوجيا كانت موجودة في ذلك الوقت عبر عنها القرآن بقوله تعالى وألن له الحديد هذه الآية الثانية الآية الثالثة هي في سورة الحديد وأنزلنا الحديد إذن هذه الآيات الثلاثة آتوني زبر الحديد تتحدث عن حديد الدنيا 26 وألن له الحديد أيضا حديد الدنيا 26 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أيضا تتحدث عن الحديد الذي بين أيدينا ونافع للناس 26 العجيب والمفاجئ بالنسبة لي قبل هذا الملحد أن هذه الآيات الثلاثة أيضا تتركب من 26 حرف هجائي بالضبط هو العدد الذر للحديد والله أي أي إنسان عاقل مهما كان معاند لا يمكن أن يشحد هذه الآيات الواضحة واضحة جدا ولغة الأرقام لا تكذب الحقيقة أيها الأحبة عندما يعني ننظر إلى سورة الحديد أين وضعها الله في القرآن عنصر الحديد الذي نستفيد منه اليوم متركز أصلا في باطن الأرض في وسط الأرض يعني هذه أرضنا في وسطها في النواة نواة الأرض تتألف في معظمها من عنصر الحديد وهذا وهذه الكمية الكبيرة من الحديد في مركز الأرض هي التي تعطي الغلاف تعطي الأرض غلافها أو مجالها المغناطيسي المهم جدا لحمايتنا من الرياح الشمسي القاتل من الأجسام الكونية من إلى آخرين مهم طيب بما أن الحديد يتركز في يعني وسط الأرض أين وضع الله سورة الحديد بين السور القرآن قسم معي أخي الحبيب عدد سور القرآن مئة وأربعة عشر سورة الوسط يعني تقسيم اثنين سبعة وخمسين سبعة وخمسين هو رقم سورة الحديد لاحظت هذا النظام هذا النظام ليس عشوائيا لذلك نحن لدينا ترتيب النزول يختلف عن ترتيب المصحف القرآن نزل بترتيب مختلف عن ترتيب المصحف الذي بين أيدينا ليناسب الحالة وأسباب النزول وتطور الحياة عبر 23 سنة نزل فيها القرآن ولكن عندما رتب القرآن النبي هو الذي رتبه بوحيا من الله ترتيب القرآن ليس اجتهاديا على فكرة رتبه بوحيا من الله وشاء الله أن تكون سورة الحديد رقمها سبعة وخمسين لنكتشف نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين أن الحديد الموجود في منتصف القرآن في نهاية النصف الأول من القرآن سورة الحديد وموجود في منتصف الأرض في نواة الأرض هذا التناغم يدلك على أن خالق الحديد هو منزل القرآن ببساطة طيب لماذا سبعة وخمسين أيها الأحبة هناك يعني هذا دليل إضافة أيضا يدعم وجود معجزة عنصر الحديد أحبة في الله له نظائر ما معنى نظير يعني أنا لدي ستة وعشرين إلكترون سالب وفي النواة هناك ستة وعشرين بروتون موجب إذن ذرة متعادلة ستة وعشرين سالب في الغلاف غلاف الزرة وفي نواتها ستة وعشرين موجب بروتون موجب إذن النتيجة الصفر متعادلة ولكن هناك في النواة هناك جثيمات تدعى نيوترونات ليس لها شحنة ليست لا موجبة ولا سالبة وهذه النيوترونات وجودها ضروري جدا وهي تعطي ثقل تعطي الوزن الذر يعني وزن النواة وزن الذرة أكثر من 99% موجود أين في النواة وليس الإلكترونات خفيفة جدا يعني تقريبا ليس لها وزن خفيفة جدا البروتون البروتون والنيوترون هو الذي يعطي الوزن الذري وزن طيب ما هو الوزن الذري للحديد هو مجموعة البروتونات الموجبة والنيوترونات التي لا شحنة لها لذلك تجد أن هناك حديد مثلا 55 56 57 يعني الحديد الذي وزنه الذري ليس عدده وزن 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 ذري أو كتلة ذرية 57 فيه 26 إلكترون في الخارج وفي الداخل فيه 26 بروتون وفيه يعني 57 ناقص 26 سيكون لدينا بالضبط 31 26 بروتون موجب و31 نيوترون حيادي المجموع كم 57 و50 هذا النوع من الحديد يسمى النظير 57 من أهم نظائر الحديد التي لها خصائص مغناطيسية مهمة لها تطبيقات في التكنولوجيا الحديثة لذلك عندما نجد أن الله اختار لسورة الحديد أحد نظائر الحديد المهمة 57 ليجعل رقمها 57 طيب هذا ليس عبثا أيها الأحبة ليس عبثا أن يكون رقم سورة الحديد يساوي العدد الذر لأحد نظائر الحديد طيب لو كان رقم سورة الحديد مثلا 70 70 80 لا يوجد في الطبيعة حديد مثلا وزنه الذر 90 أو 100 لا هي محدودة في مجال محدود جدا 55 56 57 هكذا في مجال خبا ليس كتاب رياضيات أو كذا هذا كلام الله كلام الله فيه أسرار وكنوز فوق طاقتنا نحن يجب أن نتواضع أمام القرآن أن لا ننفي الإعجاز عن القرآن من دون علم لذلك هنا عندما نتأمل فقط أنا اليوم تأملت معكم حقيقة واحدة فقط لم أدخل في عشرات الآلاف من المعجزات الرقمية تأملت معكم معجزة ومحدودة جدا إذن دعوني ألخص لكم هذا اللقاء أحبتي في الله وحبذا كما قلت لك أخي الحبيب لو تتعلم وتتأكد ثم تنقل هذا العلم لمن يحتاجه ولا تدري من يهدي الله به من الملحدين أو من الضالين ولا تدري من يكون هذا العلم سببا في تثبيته على الحق أولا أخي الحبيب قلنا أن العدد الذري للحديد هو ستة وعشر ما هو العدد الذري هو عدد الإلكترونات أو عدد البروتونات الموجبة طيب سورة الحديد مع البسملة فيها عدد من الكلمات بالضبط تساوي العدد الذري مضروما في العدد الذري للحديد فيها الحديد ستة آيات ستجد أن الله ركبها من ستة وعشرين حرف هجائي هذه الآيات الستة ولو استثنين الآيات التي قد تدل على معنى آخر يعني فبصرك اليوم حديد استثنينها لهم مقامع من حديد استثنينها كونوا حجارة أو حديدا استثنينها سيبقى عدد الحروف الهجائية التي تركبت منها هذه الآيات الستة وعشرين نفس العدد الذري للحديد وموقع سورة الحديد في وسط القرآن منتصف القرآن وموقعه على الأرض في منتصف الأرض معظم كتلة الحديد على الأرض تتركز في مركزها أيها الأحب وليس يعني هناك كمية بسيطة جدا موجودة على الأرض في صخور الأرض ولكن هذه الكمية قليلة جدا نسبة ضئيلة جدا أما معظم كتلة الحديد تتركز في باطن الأرض وبالتالي جاءت سورة الحديد في نهاية النصف الأول من القرآن في منتصف القرآن تقريبا ورقم سورة الحديد سبعة وخمسين هو العدد الذري لأحد نظائر الحديد المهمة طيب بالله عليكم يعني ألم تزدد إيمانا أخي الحبيب ألم تشعر أن القرآن أعظم مما نتصور ليس مجرد آيات تتلى وليس مجرد كلمات نحفظها نعم هو كتاب هداية هو كتاب تبيان لكل شيء هو كتاب تشريع هو منهج حياة هو مصدر للسعادة القرآن اطمئنا للقلب القرآن يعينك القرآن شفاء القرآن يعينك على التغلب على الصعوبات الخياتة أن تعيش حياة سعيدة مصدر للسعادة والإطمئنان والابتعاد عن اليأس كل هذا صحيح ولكن مع ذلك مع كل هذا فيه هندسة لبناء كلماتي وحروفه هندسة عجيبة جدا ينبغي علينا أن نتدبرها أيضا لا تقول الأهجاز العدد غير مهم لا يا أخي لماذا سأقول لك لماذا لأن الله عز وجل عندما قال أفلا يتدبرون القرآن وانظر هنا إلى صياغة هذه الآية أفلا يعني لهذه الدرجة أنتم قلوبكم مقفلة ولا تتدبرون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى هذه الدرجة قلوبكم مقفلة التدبر هنا الذي أمرنا الله به لا يعني تدبر لغوي فقط ولا تدبر علمي ولا تدبر بلاغي فقط ولا تدبر تشريعي فقط لا كل أنواع التدبر كل واحد حسب اختصاصي يعني القرآن أعجز علماء البلاغة وأرباب الفصاخة في زمنهم أعجز العلماء اليوم أعجز علماء التشريع أعجز البشر أن يأتوا بمثله كذلك هو معجز لعلماء الأرقام والرياضيات لا تستطيع أن تؤلف كتاب بهذا الحجم بحيث أن كل كلمة مدروسة وكل آية رقمها وكل سورة وعدد كلمات السور ورقم الآيات كله شبكة رقمية إعجازية لو أردنا أن نتحدث عنها لا نكاد ننتهي لذلك أيها الأحبة رجاء يعني ساهموا في نشر هذا الإعجاز لأننا نريد أن نظهر عظمة الإسلام نريد أن نظهر الوجه العلمي للقرآن العظيم أن يعلم الناس أن هذا القرآن كتاب عظيم كتاب علم بالدرجة الأولى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته